هام جدا 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 لأي حد شغال على اليوتيوب سواء كان قديم وخبرة أو حتى مبتدئ وجديد ولسه منشئ قناته طبعا كلنا عارفين أن جوجل أدسينس ألغى التعامل نهائيا مع وسترن يونيون يعني أي حد هيستلم أرباحه بعد كده لازم يستلمها عن طريق شيك أو حساب بنكي وطبعا كلنا عارفين مشاكل إنشاء حساب بنكي في البنوك المصرية أو البنوك العربية علشان تقدر تستلم عليها دولارات من جوجل أدسينس غناك عن أن بالفعل الناس اللي استلمت أرباحها على حسابها البنكي البنك جمت حساباتهم وقال لهم من أين لك هذا أنا عايز إثبات للتعامل مع جوجل أدسينس طبعا المشكلة كبيرة جدا 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 علشان كده النهاردة في فرصة إننا نرجع استقبال الأموال من جوجل أدسينس عن طريق وسترن يونيون لكن في حالة واحدة بس لو كلنا اتجمعنا قديم على اليوتيوب أو جديد على اليوتيوب أو لسه مبتدئ وعنده فكرة إن هو ينشئ قناة على اليوتيوب النهاردة لو اتجمعنا مع بعض هنعرف إزاي نستلم أرباحنا من وسترن يونيون مرة تانية ورجعنا لكم من تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أنا بعتذر على شدة اللهجة والطريقة والأسلوب اللي أنا بتكلم فيه في مقدمة الفيديو ولكن ده بيرجع إلى أهمية الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة وهي فرصة استلام الأرباح من وسترن يونيون مرة تانية الأرباح اللي بتيجي من اليوتيوب طبعا في الأول كده إحنا هنقسم الأشخاص أو الاستراتيجية اللي هنشعلها النهاردة لخص مين ناس عندها قناة على اليوتيوب والفعل بيستلموا أرباحهم إلى الآن سواء كان من وسترن يونيون أو عن طريق الحساب البنكي وأشخاص تانية اللي هما لسه مبتدين في اليوتيوب واللي لسه هينتظروا استلام أرباحهم عن طريق حسابهم البنكي وطبعا زي ما قلنا عندنا مشكلتين مشكلة إنشاء الحساب البنكي نفسه في البنوك المصرية أو الناس اللي استلمت بالفعل على الحسابات البنكية يا إما خاصة منهم مصاريف كبيرة جدا تتخطى التلاتين اربيعين دولار أو في ناس تم تجميد حساباتهم البنكية لإن جالهم دولارات على الحساب البنك ده فبالبلد دي كده بيقولوا من أين لك هذا وعلشان كده النهاردة هنتكلم فيه اتجاه من الاتجاه الأول الناس المبتدئة اللي لسه ما استلموش أرباح ولاتجاه التاني الناس القديمة علي اليوتيوب اللي بلفعل بيستلموا أرباحهم دلوقتي على جوجل على ويسترنيون واللي المفروض هتتوقف بعد شهرين أول حاجة للناس المبتدئة علي اليوتيوب اللي لسه ما استلموش أرباحهم ال cooksترهم إيه؟ إن احنا نرجع استلام أرباحنا عن طريق ويسترنيون طبعا إحنا عارفين البوست اللي موجود في صندوق الوصف ده واللي كانت جوجل ادسنس اعلنت عمله بتقول لن تبقى خدمة وسترن يونيون متوفرة عنده اختيار طريقة الدفع وده كان في تاريخ عشرة اغسطس عشرين عشرين يعني البوست ده اتحول من اللغة الاجنبية للغة العربية وبيقولك ان خلاص ما عادش في حاجة اسمها وسترن يونيون لاستلام الارباح لكن النهاردة نقدر نعترض الناس المبتدئة على اليوتيوب واللي لسه ما استلامتش ارباحها تقدر تعترض على الغاء وسترن يونيون ازاي بنروح هنا واحنا فاتحيني الصفحة دي على الشمال هنا تلاقي هنا ايكونة الكومنت او التعليق بتتحرك قدامك اهي تقدر تضغط عليها تمام وتروح هنا على اقتراحات اخرى هتختار اقتراحات اخرى افكار لتحسين المحتوى وهنا بيقولك شارك المعلومات او الاقتراحات الاضافية وهنا هتكتب اي مشكلة بتقابلك سواء كانت مقدرتش تفتح حساب بنكي في البنوك المصرية او اي بنك او اي دولة انت عايش فيها او سواء كنت استلمت ارباحك الاولى عن طريق حسابك البنكي وتم خصم اه عمولة كبيرة عشرين دولار تلاتين دولار اربعين دولار او تم تجنيد حسابك البنكي يعني انت كمبتدئ على اليوتيوب لازم تكون قبلتك مشكلة من التلاتة دول لازم فهنا هتكتب المشكلة اللي قبلتك انا مثلا هقولك مبتدأ هقولي مثلا ايه انا اعيش في مصر والاسف لم استطيع انشاء حساب بنكي في مصر يقدر يستلم امواله من جوجل ادسنس انت اكتب المشكلة دي ومش قدامي اي طريقة تانية لاستلام ارباحي في مصر الا وسترن يونيون اكتب اعتراضك او المعلومات او المشكلة الحقيقة اللي انت واقع فيها وبعدنا بتكتب المعلومات اللي انا كلها بتضغط على ارسال وده المهمة الاولى للناس المبتدئة على اليوتيوب واللي لسه ما استلموش ارباحهم او زي ما قلنا اللي استلموا ارباحهم ولكن حصل معاهم مشاكل نروح بقى للقسم التاني واصدقائنا اللي بالفعل عندهم قنوات على اليوتيوب والفعل محققين الدخل وبالفعل مازالوا بيستلموا ارباحهم على وسترن يونيون وطبعا اللي هتتوقف خلال الشهرين القادمين انا واحد منهم المفروض بيجي لك ايميل على الايميل الرسمي المرتبط بالقناة سواء كان بقى مشترك في اد موب او جوجل ادسنس العادي فانت المفروض هيجي لك الايميل ده اللي هو بيقول لك في سيرفي اي او استطلاع رأس افضل طريق الدفع متاحة ليك في بلدك سواء كانت الرسالة جات لك او مجات لكش فانا هسيب لك رابط الاستطلاع ده موجود في صندوق الوصف لازم كمان مرة لازم 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 تدخل اا الاستطلاع ده وتحط افضل وسيلة لاستلام ارباح هي وسترن يونيون ويا ريت لو الرسالة دي جات لك بالفعل ممكن تسيب لنا تعليقك في كمينت تحت وتقول ان الرسالة جات لي بالفعل او الاستطلاع ده جالي او ممكن تكتب تعليقك ده في الاستطلاع الموجود على القناة المهم سواء جات لك الرسالة او ما جات لكش هتلاقي رابط الاستطلاع موجود في صندوق الوصف هام جدا ولازم ولازم تضغط على الرابط ده وتستكمل الاستطلاع الاستطلاع بيقول ايه tell us how you want to be paid قلنا افضل طريقة لاستلام ارباحك علشان نسهل الامور شوية ممكن نترجم translate to Arabic تمام هترجم بتاع الاستطلاع ده للغة العربية بيقول لك اخبرنا كيف تريد ان يتم الدفع لك طبعا في الاول بيطلب اثبات الهوية اللي هي معرف النشر المعرف النشر دي خاصة باي حد مفاعل الدخل على قناته وعلى اليوتيوب معرف النشر او اللي هو بيبدأ ب بي يو بي بنجيبها ازاي المفروض انت بتسجل دخول على حسابك في جوجل ادسنس وانت موجود على الصفحة الرئيسية بتروح تضغط على الحساب مجرد بتضغط على الحساب بتلاقي هنا حاجة اسمها معرف النشر زي ما انت شايف بي يو بي وبعدها شوية ارقام المفروض بتاخد الارقام دي كلها كوبي كده وترجع للصفحة دي وتكتبها هنا بعد ك이가 بقول لك ما هي الدولة الفواتير الخاص بك يعني ايه الدولة اللي انت عايش فيها او اللي بتستلم ارباحك فيها طبعا المفروض بيتم اختارها تلقائيا انا هنا عايش في مصر فهتلاقي هنا اي جي طبعا لو اي دولة تانية ممكن تكتب هتلاقي الدولة بتاعتك مكتوبة هنا بعد كا بقول لك ما هي الطريقة الحالية اللي بتستلم عليها ارباحك وطبعا انا ما زلت بتستلم ارباحي عن طريق فاختار الاتحاد الغربي لو انت بتستلم ارباحك عن طريق الحوالة البنكية تختار الحوالة البنكية بعد كده بيقول لك ما طريقة الدفع التي يمكنك استخدامها لتلقي دفعات اد موب او يمكن ان يكون اكثر من واحد يعني ايه افضل طريقة تريد ان انت تستلم عليها ارباحك وهنا بيدي لك اكتر من اختيار حوالة بنكية او بيبال او بيونير او في اختيار اخر وهي اخرى طبعا الحوالة البنكية كلنا عارفينها حساب بيبال دي اشهر طريقة لاستلام الارباح من المواقع الربحية ومودة عن مستوى العالم لو انت متعرفش عن ايه بيبال هسيب لك رابط هنا شرح بيبال بالتفصيل وازاي تنشي حسابك على بيبال وطبعا بيونير برضو من اشهر طرق الدفع ولكن احنا هنختار حاجة تانية اسمها اخرى وطبعا هنا هنضيف طريقة وسترنيونيون ليه لان انا هقول لهم ان انا افضل طريقة لاستلام ارباحي في مصر مثلا هي ليه برضو لان طبعا عندنا مشاكل في انشاء الحسابات البنكية او استلام الارباح على الحسابات البنكية فانت هنا لازم تختار اخرى كمان مرة لازم تختار اخرى وتكتب هنا لازم هنا تكتب كطريقة او كوسيلة لاستلام ارباحك تخيل ان كل المصرين دخلوا ويرشحوا اكيد 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 جوجل هترجع استلام الارباح على بعد كده بيقول لك ما هي طرق الدفع المفضلة لديك يمكن ان يكون اكثر من واحد طبعا لو انت عندك حساب ببال مفاعل ممكن تختاره ولكن برضو حتى لو اختارت ببال لازم تختار هنا اخرى وبردو تكتب يعني في جميع الاحوال بتقول لجوجل ادسنس انا مش هقدر استلم ارباح الا عن طريق فلازم ارجوك كمان مرة لازم ارجوك 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 اختار الطريقة ديت عشان تفيد غيرك اه في مصر وفي جميع الدول العربية لانه طبعا اكبر مشكلة وهي استغلام الارباح في الدول العربية بعد كده بيقول لك لماذا تفضل طريقة الدفع هذه بيقول لك انت ليه بتفضل طريقة الدفع وستر نيون هقول لك بطريقة بسيطة ان انت هتحط مشكلتك ان انت مسلا مش قادر تفتح حساب بنكي اه انت مسلا اه حاولت حسابتك اه ارباحك على حسابك البنكي وتم تجميد حسابك اه حاولت على حسابك البنكي وتم خصم اه مسلا عمولة كبيرة فانت هنا لازم تكتب المشكلة اللي بتواجهك وبتقول لهم برضو ان هي دي افضل طريقة واسهل طريقة اقدر استلم ارباحي بعد ما تخلص كل ده بتضغط على ارسال طيب ليه لستطلاع ده مهم المستعدة مهم علشان نجبر جوجل ادسنس ان احنا نستلم ارباحنا من وستر نيون لان دي زي ما قلنا هي اسهل طريقة لاستلام الارباح في الوطن العربي عامة فرجاء رجاء رجاء اي حد يشوف الفيديو ده يشيره على اوسع نطاق علشان الكل يشترك في الاستطلاع ده ونقول لجوجل ادسنس ان لازم ترجع اه استلام الارباح عن طريق وسترن يونيون لان دي هتكون اكبر افادة كمان مرة رجاء شير الفيديو شير الفيديو شير الفيديو لأول مرة بطلب منكم انكم تشيروا الفيديو بالطريقة وبالاسلوب ده لان فعلا احنا في ازمة وفعلا اي حد خلال شهرين لو وسترن يونيون ما رجعتش تاني هنقابل مشكلة كبيرة جدا 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 احنا في غنى عنها ياريت ياريت تشيروا الفيديو كمان مرة واتنين ومية علشان نوصل للهدف المرجو من رجوع اه وسترن يونيون كوسيلة دفع اشوفهم على خير والى اللقاء شكرا